هذا السائل يقول ما حكم الذين يمنعون البنات من الميراث بحجة أن الأولاد هم الذين تعبوا على جمع المال هذا إن كان يرى إن كان هذا يرى إن المرأة ما لحق في الميراث هذا كفر بالله عز وجل لأنه مكذب لله عز وجل للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا فلي يقول إن المرأة ما تستحق الميراث هذا كافر إنه مكذب لله أما إذا كان يعترف أن لها حظا من الميراث ولكن منعه منها بحجة أن الرجل أحوج منها للمال هذا ظلم هذا يعتبر من الظلم وأكل المال بالباطل لأنه أكل حقها بغير حق وهو من أكل المال بالباطل وهو ظلم